لا تستطيع انجي اقناع اي شخص بانها رأت ملاكة يبدأ مسايد بالشعور بالسوء هل مرض مسيد بسبب فلدان؟ تستمر جولد في القلق بشأن ملاك التي لا تتذكر ماضيها وتذهب الى الحي الذي تعيش فيه ملاك لتعرف شيئا عنها لا تستطيع انجي اقناع اي شخص بانها رأت ملاكة تولي في وضع صعب للغاية لانها لا تستطيع ان تشرح لانسي ان ملاكة ماتت في هذا الحادث من ناحية اخرى يتصل طارق بفلدان ويسألها اذا كانت قد اعطت مسيد ادوية سامة يتحسن مزاج طارق عندما يخبره فلدان بانها نفذت تعليماته تقفل مسيد على نفسها في غرفتها لانها تشعر بالسوء بينما يحوم الجميع حوله يكون طارق سعيدا بوضع مسيد هل سمم في لدان مسيد حقا؟ يرى انجي ملك تبحث عن اليف في الشارع صدمت انجي بما رأته واخبرت تولي بكل شيء من ناحية اخرى يحاول طارق استغلال الفرصة المتاحة له لقتل مسيد عندما تخرج ملك للبحث عن اليف تقابل انجي تصدم انجي لرؤية ملاك امامها بعد اشهر انجي التي تخبر طولي بما رأته لا تستطيع اقناع طولي بان ملك على قيد الحياة تبدأ حالة ملك العقلية في اثارة قلق جولد تعمل جولد على منع تعرض ملك وعائلتها للاذى وتبحث عن حل من ناحية اخرى يعرف طارق المعلومات التي حصل عليها مسيد ومصطفى حول ملاك عندها يبدأ طارق في رؤية مسيد باعتباره خطرا اكبر ويجبر فلدان على اعطائه ادوية سامة هل سيتبع فيلدان الشيطان هذه المرة مصطفى يخبر مسيد ان تقرير وفاة ملك مزيف ماذا ستفعل مسيد عندما تتأكد من ان ملك لم تمت تقرع طولي بابا جولد لتوصيل اميرها الى المنزل تعتقد جولد ان تولي ستغضب منها لانها جلبت شخصا لا تعرفه الى المنزل لذلك لم تخبرها عن ملاك بينما تحاول جولد استضافة ميليك بشكل جيد تشعر ميليك بالحرج لانها تعتقد انها عبء على جولد من ناحية اخرى نتيجة بحثه يخبر مصطفى مسيد ان شهادة الوفاة المعدة لملك مزورة المعلومات التي يقدمها مصطفى تصدم مسيد من ناحية اخرى طارق مصمم على التخلص من مسيد ويستمر في الضغط على فلدان لاعطائه الادوية السامة يدرج طارق فلدان في الخطة التي اعدها للتخلص من مسيد لا تقبل فلدان طلب طارق لكن طارق يمسك بها في اضعف نقاطها يقرر طارق التخلص من مسيد من اجل انهاء بحثها عن ملاك طارق الذي يريد استخدام فلدان في خطته لقتل مسيد لا يشرح بوضوح نيته لفلدان لكن فلدان يخمن غرضه الحقيقية يواجه طارق وفلدان مواجهة لكن طارق يستغل ضعف فلدان ويقنعها بتسميم مسيد من ناحية اخرى يضطر طارق الذي يريد ان يكمل علاقته مع رنى بسلاسة الى اهداء الاقراط التي اشتراها لرنى الى حميرة من اجل اثارة اعجابها بينما ستأخذ ثريا اليف في نزهة لتشتيت انتباهها تواجه عقب فلدان ولكن عندما يتم تضمين كرم في هذه الخطة يضطر فلدان الى التراجع بلا حول ولا قوة علمت اليف هذا المساء ان قبر مسيد ملك فارغ عندما يسمع طارق ذلك يشعر بالحيرة بشأن ما يجب فعله ويبدأ في البحث عن خطة لكن الشخص الذي لم يتوقعه ابدا يحاول احباط خطة طارق يخبر مصطفى مسيد انه فتح قبر ملك والقبر فارغ مصدوما مما سمعه يبدأ مسيد في الشك في ان شخصا ما لديه خطة سيئة بشأن ملاك واليف طارق في حيرة من امره بشأن ما يجب فعله بما يسمعه يسعد طارق باعادة علاقته مع رنى الى مسارها الصحيح لكن سعادته لم تدم طويلنا خوفا من ان تتقاسم ملك المراثة بعد اليف يبدأ طارق في وضع الخطط من ناحية اخرى يشتبه مسيد في شخص واحد فقط حول الشخص الذي يريد شر ملاك واليف ترى بارلا ان سوريا هي منافستها وتتخذ اجراءات لابعادها عن كرم رنى تتصل بحميرة بعد ان رفضها طارق عندما يرى بارلا سوريا امامه يدخل في نوبة غيرة كرلا المنزعجة من وجود كرم المستمر مع سوريا تعتبره منافسا وتحاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة بنفسها سوريا التي كانت تحب كرم منذ طفولتها تعتقد ان هناك علاقة بين بارلا وكرم وتقرر مغادرة المنزل من ناحية اخرى تخطط رنى لقضاء بعض الوقت مع طارق طارق يقول لرنى انه لا يستطيع الحضورة عند سماع ذلك اتصلت رنى بحميرة اذا ما نوع المحادثة التي ستجري بين رنى وحميرة ترى بارلا ان سوريا هي منافستها وتتخذ اجراءات لابعادها عن كرم رنى تتصل بحميرة بعد ان رفضها طارق عندما يرى بارلا سوريا امامه يدخل في نوبة غيرة كرلا المنزعجة من وجود كرم المستمر مع سوريا تعتبره منافسا وتحاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة بنفسها سوريا التي كانت تحب كرم منذ طفولتها تعتقد ان هناك علاقة بين بارلا وكرم وتقرر مغادرة المنزل من ناحية اخرى تخطط رنى لقضاء بعض الوقت مع طارق طارق يقول لرنى انه لا يستطيع الحضورة عند سماع ذلك اتصلت رنى بحميرة اذا ما نوع المحادثة التي ستجري بين رنى وحميرة تتحسن الامور بين كرم وثرية لكن بارلا تصاب بصدمة كبيرة عندما ترى اي نوع من الاشخاص هي ثرية ماذا ستفعل بارلا المنزعجة من وجود سوريا بعد ان ادرك كرم انه ظلم ثريا حاول جاهدا ان يعتذر لها ثرية التي تشعر بالسوء تجاه الجدال الذي دار بينها وبين كرم تدرك صدق كرم وتقبل اعتذاره بعد ان تترك بارلا مقابلة عملها تذهب الى مقهى بارلا التي تزعج الجميع هنا تتجادل مع امرأة جميلة تذهب بارلا الى كيرم بغضب وتزداد غضبا عندما تكتشف ان الشخص الذي كانت تتجادل معه في المقهى هو سوريا هل ستتمكن بارلا المنزعجة من وجود سوريا المستمر مع كرم من القضاء عليها يصب كرم غضبه على سوريا لفقدها صورة خاصة له يضمن بيرس ويونس تولي وظيفة مهمة للشركة اختفاء الصورة التي لها مكانة خاصة لدى كرم يسبب له الضيقة يشعر كرم الذي يعتقد ان سوريا القى نكتة سيئة كما كان من قبل ويحاسبه بالحرج عندما يكتشف انه ليس هو من اتقط الصورة فيسل الذي تم فصله لا يعرف كيف يخبر طب